اللي جاي للشناوي واللي جاي للمنتخب المصري هيكون أفضل وأتمنى أن مستر فتوريا يعيد رأيه أنا بتوقع وإن شاء الله إن شاء الله أن المنتخب المصري هيكسب المنتخب الغاني وأنا بقول لك أهومان دلوقتي أمطش الرسل الأخدر هو الأصعب في المجموعة كلها منتخب محترم جداً ومنتخب بيلعب بطريقة 4-3-3 وبيعرف يعني إيه للناس اللي تفرجت عليه يبني الهجمات بسرعة وفي أسرع وقت زمني وبيلعبه ككتلة في مساحة التلاتين متر من أصعب المنشاط اللي أنلعبها المنتخب المصري هنقدر نكسب غانة هنقدر عندهم مشاكل كتيرة في خط دفاعهم عندهم مشاكل كتيرة في حرس المرمى بتاحهم ريشارد إن شاء الله نغير فيه 2-3 لعيبة على رأسهم لازم أبدأ بفتوح وارجع لطريقة 4-3-3 وابدأ بفتوح وابدأ بمروان عطية عشان حتة بتاعت القلب هنا ألعب بستة مروان عطية وزيزو إمام ومحمد هاني زي ما هو عشان نحافظ على فكرنا وشكلنا وزيزو إمام مع مروان عطية ومحمد صلاح وترزيجية ومصفة محمد لا سويني تاني أقولي التشكيل تاني لا بالعاكس ده أنا عايز أختلف معاك طب أنا هقوله تاني الشناوي حجازي وعبد المنعم هاني وفتوح مروان عطية زيزو إمام ومحمد صلاح وترزيجية ومصفة محمد أنا مش اختلف على فتوح طبعا عشان فتوح كلنا بنقول برضو أنهم يلعب رغمين محمد حمدي العيب كبير جدا وعظيم جدا وهو أساسي منتخب فترة طويلة مع فيتوريا بس فكرة زيزو وإمام عشو اللي اتنين في مباراة غانا تلعب برضو مع منتخب كو جدا وزيزو وإمام اللي اتنين ميلين شوية هجوميا عنها دفاعيا وتلعب بمروان عطية بس بقدرات دفاعية في مباراة زي دي مش ريسك شوية مش مخاطرة شوية لا مش مخاطرة خالص سأدين بحس أنه في المطار الكبير هتلعب بإمام يا زيزو واللي اتنين لا هتلعب بزيزو ناحية اليمين وهتلعب بإمام ناحية الشمال واللي اتنين عندهم القدرة أن يعملوا ده وشفنا كتير الاتنين مع النادي الزمالك مع زيزو مع النادي الاهلي إمام في البطولات الأفريقية وفي الدوري وفي مع المنتخب بيقدروا يعملوا الرجوع بسرعة بشكل كويس يغطوا مع الباك بشكل كويس بتهيأل بشكل كبير أنه هيعملوا دوتو إمام مع فتوح وهاني مع زيزو في التغطية وأنه أنا أخش في قلب الملعب هننشتغل في الحتة برضو مش يسيبك أنا شايفها بشكل كويس حلو ده رائد عظيم ده لأنا عايز أمش معاك لحد ما نوصل لإقتناع حتى زيزو ناحية اليمين هجوميا مفيش اتنين اختلفوا على زيزو تمام وإزا ما حالك قلت كده هيعرف يعمل زيزو يمين ناحية اليمين هاني يخش في العمك ومعهم صلاح في القلب وبيعرف يعمل حاجة مهمة اللي هو إزاي يعمل التغطية ورى محمد صلاح ودي نوطن هنا حيل دفاعيا بقى انت نفسك وانت بتعرض اللقاطات في الأول زيزو ما بيحميش أقولها لك باللغة بتاعت الكور ما بيحميش محمد هاني دفاعيا بس هجوميا هيساعد جدا ويساعد جدا وده اللي بيقلقني في المتشاطة الكبيرة عشان طريقة اللعبة أما تلعب بثنين دفندرات يعني ما تلعب بأربعة اثنين تلاتة واحد أما تلعب بثنين دفندرات المهمة دي ما أصبحتش مهمة الطرف يعني ما أصبحتش مهمة زيزو زيزو هنا ما يقدرش يشتغل من الثمنتشر للتمنتشر الملعب ده 110 متر 110 متر من الثمنتاشر للتمنتشر من 70 إلى 80 متر ما يقدرش يشتغل في السпрائين تمانين متر ده دفاعيا وهجوميا صعبة السحالة إما يقدر يشتغل في أربعين خمسين متر اللي هم بتقول نص من نص الملعب أما ييجي دافع وما ييجي تحت محمد صلاح أما ييجي يهاجم حيبقى بيشتغل في 40-50 متر غيرا ما تتكلم في 70-80 متر موضوع صعب جدا فطريقة اللعب اللي بتحكم ما تخليش الناس تشوف قصي زيزو بص احنا جبنا وعلمنا وقلنا هنا زيزو سايب محمد هاني بس هو ما كانش دور زيزو ده كان دور النينة كان دور حمدي الناس اللي بتلعب في الاتجاه مع الباك يعني كل واحد من الاتنين ستة اللي بيلعبوا كان لازم يغطي ورا الباك بتاعه وينزل يساعد مع الباك بتاعه واحد يغطي ورا الباك واحد يملى قلب الملعب ده الطبيعي في طريقة اللعب عوزي اللي مما تيجي تلعب ب4-3-3 لا الهنا الموضوع المختلف والشكل مختلف حقيقة ممتع حبيب ربنا أنا مشكولك والله حبيب يا كريم يعني أنا بعضا نكشك كده عشان نفضل لا نكش زي ما انت عاكس عشان نرد على الأسئلة اللي ممكن هو حد بيتفرج يسألها فهيل جدا بس ان شاء الله هنبارك لمنتخب مصر على مباراة غانا ان شاء الله نبارك له ونبارك له على منتخب راسل أخدر الماتشينيوم الخميس والاثنين ونتصدر المجموعة وان شاء الله المنتخب المصري في المباراة النهائية عارف ساعات بنقفل كده وبنكتاب وبنخاف بس دايما أنا قلت انبارح كده في الانترو حتى احنا بنعشق المعاناة احنا بقاش تجيب السهل يعني كده جاينا جاينا مزمبيك هاي وحنخلص المجموعة بدري بدري ونكسبهم 3-4 كده ونبدأ كده من التقيم ونصعد أصلا يعني عشان في توالد كمان لا احنا هنحب المعاناة